بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس 114 الخاص بأساسية ASP.NET اليوم نحكي عن Adding Properties to Composite Custom Controls أنا محمد إماد أعرفه. بهذا الدرس سنتعرف على كيفية إضافة اللي هو Properties إلى Composite Custom Control ولكن قبل أن نبدأ بدرس اليوم، لابد من مراجعة الدرس التالي اللي هو درس 111 و 112 و 113 في الدرس الماضي قمنا بذهاب إلى Demo Project وقمنا بإضافة اللي هو Composite Custom Calendar Control زي ما احنا مشوفنا. وذكرنا أنه كان في عندي مشكلة هي مشكلة الإمج بحيث أن لما نعمل Running له هاي الويب Form 7، الإمج ما بتظهر. وأيضاً عندي Calendar Control بتكون أو قلنا نحكي الكلندر بتكون فيزيبل بشكل دائم. حسناً لأهلا وجدت عملت Control و F5 running للويب Form 7، لستلاحظ أنه ما في عندي هون أي إمج ولستلاحظ أنه أيضاً عندي Calendar هي دائماً فيزيبل. حسناً؟ حتى نعالج هاي المشكلة، راح أضيف عندي Property إلى Composite Custom Calendar Control بحيث بإمكانه أنك تسند أي إمج أنت بدك إياها لهاي اللي هي الـ Custom Control أوكي، فبالتالي خلال نقوم الآن بإضافة هاي الـ Property أوكي، فبالتالي راح أرجع مرة ثانية إلى اللي هو الـ Custom Controls أوكي، الآن بداخل الـ Custom Controls راح أقوم الآن بإضافة اللي هي الـ Property هاي الـ Property راح أقوم بتسميتها بـ Image Button Image URL أوكي، فبالتالي خلال نقوم بإضافتها أنا قمت بكتابة اللي هو Code خاص بهذه الـ Property راح الآن أعمل منه Copy والآن راح أجي أعمل عندي هون اللي هو Paste زي ما إحنا شايفين راح ألاحظ أنه أنا هون استخدمت اللي هو Two Attributes الـ Attribute اللي هي الـ Category وAttribute أخرى اللي هي Description ورح نشوف ليش إحنا استخدمناهم كمان شوي أوكي، الآن بعدها كي مباشرة قمت بإضافة اللي هي الـ Property راح أطلاحظ أنه Data Type لإلها هو عبارة عن String واسم هاي الـ Property هو عبارة عن Image Button Image URL وهي بتحتوي بداخلها على Get and Set Method الآن بداخل اللي هون الـ Get Method لاحظت لها أنه هون عام حمالي بعمل Retain للـ Image URL فبالتالي إذا كان الـ Image URL ما بيساوي NULL فبالتالي مباشرة رجع لي الـ URL اللي اختاره أو خلينا نحكي اللي زودني في الـ User otherwise معناته رجع لي اللي هو String.mt لكن قبل ما احنا من رجع الـ Image URL لابد أني أضمن أنه هذا الـ Image Button Variable اللي هو بحد ذاته Child Control هو Already موجود كيف تضمن أنه هو موجود؟ لذلك أنا استخدمت اللي هو ويقول Ensure Child Controls هاي المثود بتحكيلي إذا ما كان عندك الـ Child Control موجود فهي بالتالي بتقوم بإنشاؤه فبالتالي لاحظوا أنه في Description لهاي المثود هي Determines whether the server control contains Child Controls If doesn't it creates Child Controls هاي المثود هي موجودة من ضمن خلينا نحكي أو بزودني فيها لـ Class اللي اسمه Composite Control أيضا في عندي هون اللي هو Set Method ولاحظة أنه بداخل الـ Set Method أنا رجعت مرة تانية قبل ما أعملت Assign اللي هو خلينا نحكي الباثي اللي راح يزودني فيه الـ User ك-M للـ Image أنا هون عملي بعمل اللي هو Ensure Child Controls وهذا الأمر بيجنبني اللي هو Null Reference Exception الآن خلينا نرجع مرة تانية نعمل Build لهذا السلوشن حتى إني أضمن إنه صار في عندي أو خلينا نحكي إنه تم اللي هو عمل Build وأعمل Generation إلى ملف Assembly بيحتوي على هاي التغييرات بعد ما تم إضافة هاي اللي هي الـ Property اللي اسمها Image Button Image URL نرجع مرة تانية اللي هو Demo Project ونقوم بعمليا بحذف عمليا هاي الـ Controls الموجودة عندي فبالتالي راح أروح مباشرة على Choose Item وأروح مباشرة على Custom Calendar الموجودة عندي هون ومباشرة راح أقوم بحذفها أوكي وبالتالي الآن خلينا نروح الآن نقوم بإزالة التكل الموجود عندي هون راح أقوم الآن بعمل اللي هو عندي أوكي وبعد هيك مباشرة راح أروح على Source ورح أحذف عندي اللي هو Custom Calendar راح أقوم أيضا بحذف اللي هو الـ Register اللي خاص فيها وبعد هيك أيضا راح أقوم بحذف اللي هو ملف اللي هو الـ Assembly الموجود عندي هون أوكي اللي هو Custom Controls أوكي الآن بعد هيك مباشرة راح أرجع أعمل Repel للـ Solution أوكي حتى أني أضمن أنه أصبح الآن اللي هو الـ Project ما بيحتوي على هذا الملف الـ Assembly مرة ثانية راح أرجع أعمل حالة Toolbox أعمل Click Right راح أعمل Choose The Item ورح الآن مباشرة أعمل عندي هون اللي هو Browse ورح أضيف اللي هو Custom Calendar زي ما إحنا شايفين ورح أعمل عندي هون اللي هو أوكي بعد هيك مباشرة راح أقوم بإضافة هذا اللي هو Custom Calendar Control بداخل عندي هون Form Tag فبالتالي سأعمل الآن Double Click زي ما إحنا شايفين أوكي فبالتالي لاحظ أنه تم عندي هون اللي هو إضافته وعمل له Register وتم عندي هون إضافته كReference لو رحت مباشرة على Design ورحت مباشرة على Properties بالضغط على F4 لاحظ أنه لو ضغطت على Categories لاحظ أنه الآن في عندي هون الكتاغوري اسمها Appearance تمام وراحظ لحظ أنه بداخلها في عندي البروبرتي اللي إحنا قمنا بإنشاءها اللي اسمها Image Button Image URL لأن لو سألتني لماذا استخدمنا عندنا هون اللي هو Two Attributes اللي هي الكتاغوري هي عبارة عن Appearance هذا دريل على أنه هاي البروبرتي بديها تظهر ضمن الكتاغوري اللي اسمه Appearance فلذلك الآن لو رحت على Solution أو على Project اللي اسمه ديم وراحظ لحظ أنه Image Button تصف عمل الاتريبيوت أنه لو تلاحظ أنه الآن مجرد ما ضغطت على Image Pattern Image URL لبروبرتي رح تلاحظ أنه فيه تحت موجود عندي هون اللي هو Description لهاي اللي هي البروبرتي رح تلاحظ أنه Set the image icon for the calendar control الأخير نروح الآن بتزويدها نقوم بتزويدنا أو خير نحكي خير نزودها بالإمج الموجود عندي أو خير نحكي بالإمج اللي خاصة في الكالندر أنه أنا already موجود عندي هون بداخل السلوشن الاسمه ديمو في عندي هون إمجز بداخل وفي عندي هون اللي هي كالندر إمج موجودة لألو رحت click right وعملت اللي هو Open Folder حتى أخذ عندي هون اللي هو اسم هاي اللي هي الإمج ومباشرة بداخل عندي هون اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو فولدر اسمه images وفي أيضاً في عندي هون اللي هو calendar.bng file أوكي الآن لو رحت مباشرة على Source راح تلاحظ أنه تم عندي هون عمل لها assign زي ما احنا شايفين لكن راح تلاحظ أنه أدى design time ما تم إسناد هذه الصورة لكن لو أجيت الآن عملية اللي هو running لهاي page running time راح تلاحظ أنه تم إضافة هاي الصورة زي ما احنا راح نشوف الآن نحن هنا نعمل running للويب فوم راح تلاحظ أنه تم إظهار الصورة زي ما احنا شايفين لكن السؤال اللي بطرح نفسه أنا بديها مباشرة لما أتقوم الآن بإسناد الصورة إليه مباشرة بديها يغير ليها at the design time وليس at the running time كيف يمكنك أنك تعمل هذا الأمر؟ حتى تعمل هذا الأمر مباشرة راح ترجع مرة ثانية على custom controls ورح تعمل override من method هاي المثود راح يكون اسمها اللي هي recreate child controls وبداخل هاي المثود زي ما احنا راح نشوف راح ننادي مرة ثانية اللي هي ensure child controls فبالتالي هاي المثود راح ترجع مرة ثانية تعمل recreation للي child controls فبالتالي بعد ما تتعمل التغيير راح تعمل recreation للي child controls ورح تظهر لك التغيير at the design time الأمر الثانية راح أرجع أعمل build لل solution زي ما احنا شايفين ورح نرجع مرة ثانية الى demo project وبداخل عندي هون اللي هو tool box راح اعمل click write راح اعمل choose items وبداخل عندي هون choose items راح اروح على اللي هو custom control وعفوا custom calendar راح اشيري تيك عنها زي ما احنا شايفين وطبعا مباشرة راح اقوم عندي بداخل source بحذف هذا custom control الموجود عندي زي ما احنا شايفين بالبداخل عندي اللي هو path حتى نستفيد منه الآن مرة ثانية راح اقوم الآن بحذف ال calendar ورح ايضا احذف عندي هون اللي هو register زي ما احنا شايفين الآن بضمن solution راح اتأكد انه عندي هون ايضا راح اقوم بحذف هذا الملف اللي هو reference وكي بعد ما قمت بحذفها من الضروري انك تعمل rebuild للسلوشن حتى تضمن انه هذا السلوشن او هذا البروجيكت عماله ما بيحتوي على هذا الملف في الاسمبلي مرة ثانية راح نرجع مرة ثانية الى toolbox راح نعمل اللي هو choose items وطبعا الان راح نرجع نعمل عندي browse ونعمل اللي هو نضيف في ال custom calendar ورح نعمل عندي هون اللي هو ok زي ما احنا شايفين وطبعا بعد هيك راح استخدمه ضمن اللي هو form tag تمام وبعد هيك double click راح يتم اضافة ضمن اللي هو form tag زي ما احنا شايفين تمام الآن خلين نرجع مرة ثانية نعمل build للسلوشن حتى نضمن انه اخذ التغيير تمام بعد ما تم اضافة اللي هو ملف اللي هو خلين نحكي الرفرنس الآن بمين نعيندي هون عامل build succeeded فبالتالي خلين نروح الان مباشرة على design زي ما احنا شايفين الآن خلين نروح على ال properties راح تروح الان على ال image pattern اللي هي image url خلين الآن نقوم بتزويده اللي هو بال path اللي خاص بال image راح تلاحظ انه مباشرة مجرد ما اعطيته عندي هون path للخاص بال image راح تلاحظ انه تم تغيير عندي هون اللي هي image at the design time اوكي تمام لكن اذا زي ما احنا شفنا اذا احنا استخدمنا recreated child controls method حتى نرجع مرة ثانية نعمل recreated child controls at the design time اوكي لكن لو بنيجي نعمل running اللي هي ال web form لاحظ انه عندي ال image عمالها بتظهر بطريقة ليس بمتوسط أو خلين نحكي لا تتوسط التكست بوكس فلاحظ انه هي اعلى خلين نحكي من التكست بوكس نوعا ما فبالتالي هي لا تتوسط التكست بوكس أوكي فبالتالي حتى نعمل هذا الامر لابد اني اقوم باضافتها من table أوكي فبالتالي حتى اني اقوم باضافتها من table فبالتالي راح ارجع مرة ثانية الى custom controls وايضا راح اضيف عندي هنا method انا قمت بانشاءها اسمها render أوكي الان راح نيجي نعمل منها copy الان احنا قمنا سابقا بانشاء اللي هو عندي هنا اللي هو render method انا راح اقوم الان باستبدالها بRender method زي ما احنا شايفين ولحط لاحظ انه هنا مرة ثانية ما فيها طبعا اي اختلاف لحط لاحظ انه هنا عندي بالبداية عندي هنا انا هنا عمالي بضيف او خلينا نحكي بنعمل لو عملت control وz لحط لحنا هنا عمالنا بالنادي اللي هو child controls ومنعملهم render لهاي controls اوكي الان هو نفس الامر تمام بالتالي احنا هنا بنعمل rendering للtextbox ورجعنا ايضا هنا بنعمل اللي هو rendering اللي هو الimage وrendering ايضا للكلندر لكن اللهم اني هنا مباشرة قمت اللي هو باضافة زي ما احنا نحكي attribute فلحط لاحظ انه هنا عمالي بحكي add attribute to render وطبعا ضمن الwriter احنا هنا بنستخدم الattribute هو عبارة عن html text writer attribute فلحط لاحظ انه هنا عمالي بضيف cell padding ومقدار الcell padding هو واحد فبدا انه هنا عمالي بضيف table وطبعا بلجت باضافة ال table فهون عمالي بحكي له انه render begin tag وهذا ال tag هو عبارة عن table وبعد ما ضفت عندي table الآن ضفت table row وبعد ما ضفت ال table row ضفت عندي اللي هو td اوكي الان لاحظ لحظ انه عندي عندي ضمن لو رجعت الان لاحظ لحظ انه عندي هنا اللي هو image button والtext box هم ضمن نفس td عفوا هم ضمن نفس table row لكن هم اختلفين في td فبالتالي الان راح ارجع مرة تانية زي ما احنا شايفين عندي هنا الان صار في عندي table row الان في عندي هنا td مجرد معرف عندي td قام بعمل rendering لمن لtext box وبعد هيك قام بانهاءه فبالتالي الان قام باغلاق td الان مرة تانية رجع فتح عندي td جديد تمام وعمل rendering لهذا اللي هو image button وقام باغلاقه فرح اطلاحظ ان الان صار في عندي two d's عميين two td مختلفات لكن ايضا انهم ضمن نفس table row فبالتلاحظ انه عم مباشرة بعمل بعد ما عمل rendering للimage قام باغلاق اللي هو عمريان table row وبعد هيك مباشرة قام باغلاق اللي هو table زي ما احنا شايفين وبعد هيك مباشرة قام باغلاق اللي هو السل batting اللي موجودة عندي اذا فبالتلاحظ ان الان اذا فعليا في عندي two td وايضا في عندي اللي هو ضمن اللي هو table row الواحد اذا زي ما احنا شايفين بالبداية كان في عندي table بعدين table row بعدين td ام انها من اللي هو td اوكي زي ما احنا شايفين بعد هيك مباشرة فتح td جديد وانها هذا td وبعد هيك مباشرة انها اللي هو table row وبعد هيك مباشرة انها اللي هو table عفوا ما في عندي هنا اللي هو اللي هو تمام الآن مرة الثانية خلين نرجع نعمل build the solution اوكي rebuild عفوا rebuild the solution حتى اني اضمن انه تغيير حدث مرة ثانية وحتى ممكنك انك تعمل ايضا build ما في عندي اي مشكلة اخي نرجع مرة ثانية الى demo راح نروح مباشرة على toolbox راح نروح مباشرة على choose items ونعمل remove custom control وبالتالي الان راح اروح مباشرة الى هذا custom calendar control راح اشيل التك عنه زي ما احنا شايفين الان مباشرة راح اروح بداخل source راح اقوم بحذف هذا control وايضا راح اقوم عندي هنا بحذف register للخاص فيه ومباشرة ايضا راح اقوم بحذف ملف اللي هو الاسمبلي اوكي الان مرة ثانية راح ارجع اعمل rebuild حتى اني اضمن انه هذا عملية ملف الاسمبلي هو غير موجود فبالتالي الان راح اعطاني rebuild all succeeded زي ما احنا شايفين الان مرة ثانية برجع بضيفه فبعمل click right choose items um.net framework وبعمل عندي هنا اللي هو browse وبعمل custom controls وبعمل عندي اوكي فبالتالي بضيم اضافته double click راح اتلاحظ انه راح اضيف لي طبعا ضاف ملف اللي هو الاسمبلي وزي ما احنا شايفين عندي هون عمل register لهذا ال custom calendar control اوكي اخيين يجي نعمل build the solution حتى اني اضمن انه عمين اخده بالشكل الصحيح build succeeded الان لو ارجعت مرة ثانية اعملت control و f5 لاحظ انه مباشرة انه شكل الامج عمين يتوسط اللي هو text box اوكي اوكي سوري الآن احنا ضمن الويب طبعا ما تم عرض image لانه احنا ما زودنا بالimage فبالتالي خلينا نروح مرة ثانية على design ومباشرة على properties وبداخل مباشرة عندي هنا اللي هو image button هذا هو عمليا اللي هو images وطبعا اسمها عندي هنا اللي هو calendar.bng الان لو رحت عندي هنا على source ستلاحظ انه هاي هي عمليا خلينا نتأكد فقط من الاسم هي عبارة عن folder هي موجود ضمن الfolder اللي اسمه images واسمها زي ما احنا شايفين عندي هنا اللي هو calendar.bng ادى design time الان خلينا نرجع مرة ثانية quitteral و f5 الان لحط لاحظ انه رح يعرض لي الامج وهي عميان تتوسطي text box زي ما احنا شايفين اوكي الان اصبح شكلها مقبول الان في الدرس القادم رح نعالج اللي هو مشكلة اللي هو موضوع اللي هو calendar زي ما احنا شايفين وبحيث انه عميان لا بد انه ما تكون دائما visible لما يتم الضغط على هاي الامج تصبح visible وبعدك لما يختار اليوزر عميان اي تاريخ مباشرة لابد انه تم طباعة اللي هو التاريخ اللي تم اختياره من قبل اليوزر وطبعا لا بد انه تختفي هاي الكاريندار اوكي اذا هذا هو بالنسبة الى درسنا اليوم بتمنى ان يكون درسنا اليوم سهل وواضح أخيراً thanks for your listening and have a great day اشتركوا في قناة